يعني ونشوف رؤى حضراتكم ايه في هذا الشهر اللي عايزة اقوله يعني بمنتقى الامانة يعني دايما انا بقولها احنا موجودين في حالة او في مرحلة فارقة يعني اعتقد في مرحلة استثنائية وحضراتكم تشاركوني لم تشهدها لا العالم ولا المنطقة منذ عقود طويلة ووتيرة الاحداث وسرعة التغيير اللي بيحصل والمستجدات اللي بتحصل فوق طاقة اي حد النهاردة يعني كلنا انا بقول بدون مبالغة بنلهث وراء الاحداث اللي كل يوم بتحصل وكل اسبوع يعني لما بعمل الاجتماع بيبقى الاسبوع اللي بعده كمية احداث وفعاليات حصلت في خلال اسبوع واحد بتغير تفكير ورؤى يعني وتوجهات للعالم كله فالحقيقة كل الحكومات اللي موجودة النهاردة ما اعتقدش عندها بقت الرفاهية انه يضع تصور لسنتين وثلاثة واربعة لقدام في ضوء تغيرات زي ما حالكم شايفان يعني انا كنت بقولها الزميل زميلي يعني مش ليس من المبالغة ان احنا قاعدين النهاردة وممكن نقعد ساعتين ثلاثة احنا مش عارفين في الساعتين ثلاثة ممكن يحصل ايه واحنا قاعدين دلوقتي من الوارد يحصل تغيير جزري في بعض الفقل اللي بيحصل دلوقتي يؤثر علينا لعقود قادمة يعني من كتر تداعيات هذا المبالغة فبالتالي يمكن احنا طبعا بقينا في حالة عدم يقين هائلة بتملي على الحكومات التعامل مع الاحداث بصورة المدى القصير وازاي ان انا استوعب اللي بيحصل ده واتعامل معاه بنظرية الاستمرار والاستقرار ومحاولة الابقاء على الاوضاع الموجودة في الدولة وطبعا عندنا الرؤى وعندنا التحرك للمرحلة القادمة لكن ما بقاش حتى عندي رفاهية ان انا اقول تصورنا لتلات واربع وخمس سنين حيبقى بهذا الشكل لان ما حدش عارف بكرة فيه ولكن مع ذلك الخطط موضوعة بننفذها على المدى المتوسط والبعيد ولكن كل شوية تيجي متغيرات تؤدي الى تغير بعض المستهدفات او ان احنا نناور او نعمل نوع من التكتيك للتعامل مع هذا الكلام لكن اللي بنحمد عليه ربنا بالتأكيد كلنا اذا كنا بننظر النهاردة للخريطة اللي احنا موجودين فيها والمنطقة ان مصر والحمد لله هي ويا رب بيدمها نعمة هي واحد الامن والاستقرار اللي موجودة النهاردة في المنطقة ويعني حضركم اكتر مني ويعني خبراتكم الكبيرة في هذا الشأن عارفين وده راجع اعتقد لان السياسة اللي الدولة انتهجتها من البداية مصر وده طول عمرها اعتقد في يعني سياسة المصرية الاصيلة ان احنا مش دولة لها تطلعات للخارج احنا دائما دولة بتنظر لمصلحتها عندها منظور الامن القومي والاقليمي في الاساس وبالتالي حتى العقيدة اللي موجودة عندنا دايما هي الحماية والدفاع عن يعني مصالحنا ولكن عمرنا ما كان عندنا الرغبة في الخروج او الطمع في اي اطمع خارجية وبالتالي حتى العقيدة حتى على مستوى القوات المسلحة هو الدفاع عن حدود الدولة وعلى مقدرات الدولة المصرية ولكن لا يوجد لدينا يعني التفكير في اطمع خارجية ولا هذا الكلام واي علاقات الدولة حتى بتكون على المستوى الدبلوماسي او علاقات تجارية وسياسية واقتصادية بتبقى من منطلق الحرص على مصالح الدولة المصرية